بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم كل متابعين الكرام في فيديو جديد وحلقة جديدة كل يوم بتطل علينا الوكالات العالمية للتصنيف الاقتماني زي مثلا وكالة ستاندرد أند بورس ووكالات تانية كتيرة جدا بتقول لنا تقارير بتصدم المصريين في اللي هيحصل بالنسبة لموضوع تخفيض قيمة الجنية والتعويم وكتير من المرأبين في السوق المالي مهتمين من الإجراءات اللي هتحيها تتم في الأيام القادمة بعد العيد وكالة عالمية كبيرة للتصنيف الاقتماني زي وكالة ستاندرد أند بورس لما تقول الكلام ده يبقى لازم نوقف عنده قالت إن الجنية المصري بيتعرض كتير من الضغوط وقالت كمان إن البنوك عليها ضغط كبير جدا في تدبير الدولار للبنك المركزي والنهاردة وفي خلال الأجازة صدر تقرير جديد من الوكالة دي عن نظرة سلبية بعد ما كانت الوكالة قالت إنه نظرتها للتصنيف الاقتماني أو للوضع الاقتصادي في مصر قبل كده كان مستقر لكن دلوقتي هو تصنيف سلبي وتوقعت الوكالة إنه بعد تلبية احتياجات التمويل الخارجي هيكون فيه مسندة كبيرة جدا من جانب جهات الإقراض المختلفة وطبعا كلنا عارفين يعني إيه تلبية احتياج التمويل الخارجي بمعنى إنه حضرتك توصل بالقيمة العديلة القيمة الجنيه اللي متفق عليها وهي إنه كل 35 جنيه مصري بيساوي 1 دولار أمريكي كمان قالت إنه الإجراءات الخاصة بسعر الصرف بتشكل ضغط كبير جدا على البنك المركزي المصري والجنيه وقالت إنه منتوقع إنه هيكون فيه تغيير في سعر الصرف الدولار أمام الجنيه المصري في الأيام القادمة وطبعا لما بيكون فيه أي تصنيف ائتماني أو أي كلام جديد أو تقارير جديدة بتظهر أو بتصدر من الوكالات التصنيف الائتماني بالذات بنشوف بعدها رد للحكومة المصرية قبل كده وكالة مودز لما قالت التخفيض بتاع الاتماني بتاع البنوك شوفنا رد من رئيس الوزراء النهاردة بنشوف الرد بتاع الدكتور محمد معيت وزير المالية قال إنه ردا على الوكالة العالمية ده شيء طبيعي جدا نظرا للضغوط اللي تمارس على الجنيه المصري وكمان بحسب البيان اللي صدر من وزير المالية قال إنه موضوع الحرب في أوروبا كمان يعني كان سبب كل المشاكل الاقتصادية والتدعيات السلبية وكمان التدعيات السلبية العالمية وطبعا ده شيء لا يغفل عنه وعنده حق طبعا في الموضوع ده أثرت على كل دول العالم ودي حقيقة كمان الحروب اللي بتبدأ في كل يوم بشرارة صغيرة وبتنتهيب حرب بتشتعل في العالم كله وخصوصا الدول النشأة الحروب دي مش بتأثر على الدول الكبيرة بتأثر على الاقتصادات النشأة زي عندنا هنا في مصر طبعا أنا اتكلمت مع حضراتكو قبل كده على موضوع الصين وتايوان لما حصلت الحرب بتاعت روسيا وأوكرانيا الناس كلها قالت إنه مش هيبقى في حرب ولا يكون في حرب ولا حاجة وإن الموضوع شرارة صغيرة ومش هتحصل فيها أي حاجة والحد النهاردة العالم كله بيعيش في التدعيات السلبية للحرب بين روسيا وأوكرانيا والنهاردة الصين وتايوان وبنسمع نفس الكلام بالزبط وتقريبا نفس السيناريو بيتقرر طبعا وزير المالية عنده الحائف ده بساطة طبعا كل العالم اتأثر احنا اتأثرنا هنا في موضوع روسيا وأوكرانيا يمكن قبل ما هم يتأثروا ولسا النهاردة للنهاردة بنتأثر في الموضوع ده وأنا قلت لحضراتكم كمان في الحلقة بتاعت الدهب عنده وطبعا ده بيخلي التضخم في كل دول العالم بيزيد مش بس عندنا في مصر كمان وزير المالية قالوا ان الدول الماضية في سلسلة الدولة ماضية في سلسلة الإصلاحات الاقتصادية المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي وطبعا احنا عارفين سلسلة الإصلاحات الاقتصادية او الشروط كانت بتتضمن ايه كان معظمها او بتتلخص التقرير كان 107 ورقة لكن كان بتتلخص في اكتر من حاجة اولها تخرج الدولة من 17 قطاع في سورة 32 شركة وبنك للصالح القطاع الخاص على فكرة الشركات دي في منها شركات تبعة للجيش الحاجة التانية كانت رفع الدعم عن المحروقات وبالفعل ده حصل اللي الشرطين دول حصلوا والشرط التالت واللي لسه منتظر هو برنامج الإصلاح الاقتصادي وتخفيض قيمة الجنيئ المصري اللي بتتمكن وطبعا كلنا عارفين انه موضوع الإصلاح الاقتصادي ده يعني كان متفق عليه ما بين صندوق النقد الدولي وبين مصر ويعني ده شيء كان جوه البيان او جوه التقرير ولكن مصر منتظر المراجعة في الايام القادمة طيب احنا كلنا عارفين انه مصر مطلوب منها سداد اكتر من 17 مليار دولار مطلوبين من مصر في خلال مدة خمس سنوات طيب هل وزير المالية ده معناه انه بعد العيد لازم هنشوف تخفيض لقيمة الجنيه المصري بحسب الوكالات العالمية ما قالت واللي يعني وزير المالية بصراحة يعتبر ما نفهوش في البيان النهاردة لكن كل مرة بنقول لحضراتكو في حدود للتخفيض يعني اللي بنسمعه النهاردة على بعض المواقع وعلى كل المواقع والقنوات عمرك ما هتوصل للي سمعناه النهاردة 44 جنيه جماعة دي عقود اجلة بمعنى ان دي فلوس حضرتك اخدتها وعليك وهتسدد لمدة 12 شهر ولكن بالقيمة دي لكن اللي 44 جنيه عمرنا ما هنتداول بيننا وبين بعض ولا حتى في السوق السوداء او السوق الموازية ب44 جنيه ان شاء الله ده مش هيحصل ابدا هي الحكاية كلها مجرد تحريك سعر الصرف لحد ما نوصل للقيمة اللي بترتضيها وزيرة صندوق النقد الدولي زي ما قالت وكمان دول الخليج القيمة دي كام القيمة دي ما بين 35 ل 36 جنيه خلي حتى السوق السوداء او السوق الموازية وصلت ل37 ولا 38 40 و44 دي ان شاء الله عمرها ما هتحصل ابدا وكمان بعد كل رفع او بعد كل تعوين بنشوف انه السوق السوداء بتختفي تماما ان شاء الله ده اللي هيحصل في الايام القادمة وطبعا كل ده بيزيد كل اللي بيحصل ده طبعا احنا عارفين بيزيد الضغط على البنك المركزي اللي قال انه لازم هيزيد من المعدلات الفايدة في الايام القادمة وده كان سبيل عنده عشان خاطر يخفض التضخم عارفين الحكومة في الفترة الماضية قدرت ان هي تعمل شوية من المعارض اللي كانت موجودة في اهل رمضان بيقال ان هي بدأت يعني قدرت تتحكم في موضوع التضخم شوية لانه الاسعار كانت فيها الا حد ما مقبولة مش هنقول رخيصة لكن كان الموضوع اهدى شوية واسمعنا ان الحكومة او الشيء الوحيد اللي هتتتخذه كتدبير في الايام القادمة انه المعارض دي هتكمل معانا شوية علشان خاطر المواطن ما يحسش بالتضخم وارتفاعه الزايد اوي اوي ده وده الشيء الوحيد اللي ممكن الدولة تعمله دلوقتي هتقول لي وهل هي المعارض دي هي اللي هتساعد في خفض مؤشر التضخم هقول لحضرتك اكيد لا طبعا هتقول لي طيب الايام اللي جاية لازم هنشوف التخفيض في صورة كبيرة جدا هقول لحضرتك احنا ما اتفقناش على تعويم او اتفاقك مع سندوق النقد الدولي ما كانش على تعويم لا كان على تحريك سعر صرف مرن تحريك سعر صرف مرن بمعنى انه التعويم يعني زي المرة اللي فاتت بالظبط هننام ونصحات لإيه خمسة وتلاتين ستة وتلاتين سبعة وتلاتين او ايا كان القيمة اللي متفق عليها لا انا بقول لحضرتك دلوقتي لو تفتكروا اليوم اللي طلعنا فيه الاثنين وتلاتين وارجعنا على اخر اليوم او على نهاية اليوم نزلنا تاني تسعة وعشرين ستين هقول لحضرتك المرة دي هنطلع لكن للأسف مش هيبقى فيه رجوع او نزول تاني لانه مش هنتعامل تاني يعني بصلاحية العرض والطلب المعروف دلوقتي انه ما فيش عرض خالص خالص في السوق وما فيش اصلا دولار فالمطلوب كتير جدا وبقى بيغطي زيادة وكمان ضغوط دول الخليج وضغوط صندوق النقد الدولي هتخلينا نطلع لقيمة معينة لكن مش هنرجع عن القيمة دي تاني ممكن بعدها هنشوف سبات شويتين في اسعار الصرف المفروض والمتوقع والنتائج الطبعية للمعادلة دي انه بعدها هنشوف تدفقات نقدية هنشوف انه الدول بدأت تتطمن شوية للاقتصاد المصري وبدأت انه تدخص تصمارات هنا في مصر ونشوف انفراجة شوية في موضوع الدولار اللي هو اساس كل المشاكل اللي احنا عايشينها واساس كل المشاكل اللي المصريين عايشينها هتقول لي مجموعة البريكس والاستغناء عن موضوع الدولار هقول لحضرتك لا ده موضوع هياخد فترة طويلة شويتين يعني مش الصبح هتلاقي نفسك استغنية عن الدولار انت لسه محتاج للدولار دلوقتي لمدة سنوات قدام فمضطر انه تكمل عشان خاطر تحصل على الدولار وتحل المشكلة اللي عندك اول ان المشكلة يبقى فيها انفراجة حبتين بنتمنى انه تكون الاجراءات مش صعبة شوية اكيد هيكون فيه ارتفاع في الاسعار او الناس ممكن انه تكون الموضوع صعبة عليها شوية هم ما مرضوش يعملوا كده في شهر رمضان لانه طبعا الشهر ده عنده اللي فيه خصوصية لديه عند المصريين ممكن في الايام القادمة نشوف موضوع بحبش اقول كلمة تعوييم لانه هو مش تعوييم تحرير سعر صارف مارين او تخفيض قيمة الجنين ان شاء الله ما نحسش به لسبب بسيط قوي انه التجار للأسف بيحسبونا في كل شيء بنشتريه في حياتنا اليومية على القيمة دي وبرجع اقول تاني بنتمنى انه يكون فيه رقابة علشان خاطر عادي احنا خلاص ارتضينا بده وهنشتري بالسعر ده يبقى ما فيش تحريك زيادة اتمنى جدا تكون الفكرة قطحت للنسبة لحضراتكم التصنيف ده كان شيء زي ما قال وزير المالية كان شيء طبيعي جدا ومنطقي جدا لانه العالم كله عارف الضغوط اللي بتمارس على الجنيه المصري وعلى البنك المركزي اتمنى كده يكون الفيديو كان مفيد بالنسبة لحضراتكم استفدتوا ولو بمعلومة واحدة اشوفكم فيديو جديد وخبر جديد في امان الله اشتركوا في القناة